نفس السؤال، شريف رأيك في اللي أقدمه لنا يعني خيرياً نشغل الهدف وإحنا بنتكلم كان فيه جلسة جامعة مرسر كولر محمد شريف من ثلاثة يام وقال له إنه حاجتين تحطهم قدامك رقم واحد إنك هتاخد دقائق لعب الفترة اللي جاية ومش أقول لك دقائق لعب أتلعب ورجلك هتبقى في الملعب اتنين إنه حط تارجت قدامك أنا عايزك تحققه حط تارجت قدامك أنا عايزك تحققه ألا وهو إن أنت تقدر تنافس على هداف الدوري السنة دي تاني كولر حط لشريف تارجت قال له أنت هتاخد دقائق وهتلعب المشاط اللي جاية في الدوري أو في أفريقيا حسب الاحتياج الفني والرؤية ما وعدوش باللعب لكن قال له هتلعب خلال الفترة اللي جاية وإنت عندك تارجت حطه قدامك وهدف حطه قدامك إنه خلال الفترة اللي جاية تقدر تبقى هداف الدوري الموسم الحالي وأنا بطق فيك جدا وبطق في خضراتك وعارف إنك كنت هداف الدوري المصري قبل كده وعايزك تبقى هداف الدوري السنة دي ده كلام مارسي الكولر لمحمد شريف أنا كنت منتظر إنه يعدي المطش نشوف المردود المردود بالنسبة لي ما كانتش الهدف الوركريت اللي بيقدمه محمد شريف الاشتراك فيه مع المجموعة درجة التناغم والانسجام مع المجموعة رغم اللي كان بيلعب الفترة اللي فاتح كلها في المتشطة الكبيرة كلها كعرابة درجة التناغم والانسجام والحركية بتاعت محمد شريف سواء الخروج بره البوكسي بتلي يشتغل مع المجموعة إنسايدو عمل أكتر من تمرير بشكل جيد جول 18 عملت انفراضات كتير لنادي الأهل النهاردة حالة ممتازة عليها محمد شريف سواء الحالة البدنية أو الحالة الزهنية والجهزية اللي كان عليها النهاردة النهاردة كمان كوفق مش بس لتسجيله لأن احمد عبدالي قادر كمان تسجل لكن لأداءه كوفق بأنه خاد رجل مغرب جنده صعب أوي طبعا كنت تستسألك حالا طبعا حالك جنده صعب أوي عشان الناس حسين انه سهل يعني صعب جدا ده الراجل ده فيرود بالفترة عنده إحساس بمكانه ده دي يعني بص أقول لك الحاجة من النادر جنده ممكن جابه متعب زمان أيام ما كان بيلعب جنده عشان يبقى أنت عندك القدرة أن أنت تعمل الترن ده وبتلف وتخطاه بالدقة دي وتوفيه من عنده ربنا طبعا بس إنت عندك عندك إحساس بالمكان أنا حاسس الدنيا ماشي إزاي عارف هي هتروح فين عارف هو وقف فين عارف هو وقف فين جدا 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 طبعا أقول لك حاجة أقول لك حاجة بس نكمل ده فيرود أنا حاسلك على حاجة وهكمل على كلام جيمي أنا حاسس النهاردة أنا حاسيته النهاردة رائقة كابتان عبدالله الفرع كلها رائقة لا هو لا هو مش متأزم من الزعلان مش أنا المهاجم الأساسي مش حاس كده ده من زمان على فكرة مش النهاردة لا لا بس هو النهاردة النهاردة هو واخد باور من غير دي وضع طبيعي من ممكن تكون المحاضرة اللي قاعد مع الراجل فيها اديته دافع والدافع إثباته وده الانتاج بتاعه ده ينتاجه والنهاردة لما يجي مدير فني يبقى عنده ثقة فيه ويكلمني وقول لأنا هديك وهشتغل معاك وزي ما جمال بيكلم ما وعدوش بحاجة بس حاسس ان الراجل في ظهري حاسس ان الراجل على قناعة بيا ادي ربنا بيكفقه والراجل ده ما وبص بربنا ليل كل مكتاب نصيب الراجل ده بيتعب مالوش دعوة بقى قاعد ما قاعدش اشتغل ما اشتغلش لا ربنا بيكفقك على قد تعبك انت بتتعب في التمرين وبتاخد اوه في النهاية بتاخد